مع ترقب فصل وزارة الصناعة في ملف الرخص النهائية للوكلاء من أجل مباشرة عملية استيراد السيارات، تؤكد مصادر مطلعة أن الوزارة طالبت الوكلاء المعنيين والذين وصل عددهم حسب المسؤول الأول للقطاع إلى تسعة وكلاء طالبتهم بجلب عقود نهائية من المصانع الموردة بالخارج، وهو ما سيؤخر في عملية منح الرخص النهائية التي ستجهز في ظرف شهر من إيداع الملفات كاملة، وفقاً لنفس المصادر. ومن المنتظر أن توفد اللجنة التقنية المسؤولة على دراسة ملفات الوكلاء المعنيين والتابعة لوزارة الصناعة وفداً لمعاينة قاعات العرض والبيع والمستودعات خلال نهاية الشهر الجري. كما ستعاين اللجنة ظروف العمل داخل هذه القاعات والمساحات، ومدى مطابقة الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط. وحسب ذات المصادر، التي كشفت عن ترقب منح رخص إضافية لمتعاملين آخرين في قادم الأيام، بعد أن أودعوا ملفاتهم للظفر برخصة أولية لاستيراد العربات، في وقت ما زالت الوزارة تصر على عدم الإفصاح عن قائمة الوكلاء المعنيين. وفي ظل كل هذه المراحل البيروقراطية المتعلقة بمنح رخص نهائية لمباشرة عملية استيراد السيارات، يستبعد مختصون ومتتبعون دخول أول سيارة إلى الجزائر قبل خمسة أشهر، بسبب ضبابية سوق السيارات محلياً وتخوف بعض الوكلاء، خاصة مع تراجع قيمة الدينار.